كيف نتنفس؟ لكي نعيش يجب أن نتنفس وإذا كنا نتنفس فهذا بفضل عملية كبيرة أهم أدواتها الرئتين والقلب أولاً نستنشق الهواء من خلال الأنف والفم عبر عملية الشهيط ثم ينزل الهواء إلى الرئتين عبر الشعب الهوائية وهي أناديب صغيرة نوعاً ما يواصل الهواء طريقة حتى يصل إلى الحويصلات الهوائية وهي أكياس صغيرة مغطاة بالشعيرات الدموية حيث تمر جزيئات الأكسجين الموجودة في الهواء إلى الشعيرات الدموية وتلقصق بكريات الدم الحمراء التي تمر في الداخل هذا الدم المشهون بالأكسجين ينتقل بعد ذلك إلى القلب والقلب هو الذي يوزعه على بقية الجسم لتوفير الأكسجين لجميع الخلايا التي تحتاج إليه للعمل والخلايا بدورها تنتج غازاً يجب التخلص منه وهو ثاني أكسيد الكربون والكريات الحمراء مرة أخرى هي التي تنقل هذه الفضلات نحو الرئتين وعند الوصول إلى الشعب الهوائية يتحرر ثاني أكسيد الكربون من الكريات الحمراء وينضم إلى الفويصلات الهوائية والهواء الذي يحتوي على ثاني أكسيد الكربون يطرد من الرئتين عبر عملية الزفير وهذا هو دور التنفس جمع الأكسجين من الهواء لتزويد الجسم بالطاقة وطرد ثاني أكسيد الكربون ترجمة نانسي قنقر